بالقهوة والخميرة سوف نصابه واحد الوصفة مالية بمادة الكولاجين التي تستخدم لنا البشرة و ترجعها في سن الشباب مهما تجاوزين ان شاء الله من عمر اقتصادية زوينة رخيصة والنتيجة ان شاء الله منذ اول استعمال في الله البنات الحاضرات يعلموا لنا الغيبات وراء النتيجة كما نقول وراء تبارك الله كتشوفوها دابا امامكم سوف تندمي اختينا دم عمرك اذا لم تجربتها لان سوف تغير حياتك للأفضل و للأحسن تنفخ اختيال وجيه ترجعه قدق تبلو اغلبية النساء يعانوا من الضعف و من نحافة تقول لك اختيارات تقهرت رمخ اللي لم تجربت في البخوضوي ولا في المنتوجات و تيش حاجة ما نفعتني غير اللي كيزيدو اختيض عفوني و يخلو لي وجهي حالته حالة فاختيال لا فهذه الوصفة سوف تنفخ سوف تبرز اختي المعلم دي الوجيه ديالك و دي الانوطة ديالك الكل القهوة مادة غانية بالكولاجين اللي كدت هي تجبد تعالج ترهولات و تبيض و تفتح و تعالج حتى السيكاتخيس و التسبغات و لاتخاس اللي تكون قديم و حيل في البشرة ديال الجسم او لا الوشه فالبنات تبعوا معنا الخطوة دياله غو سيب و اهم حاجة حبيباتي اه ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم و الاشتراك ديالكم في القناة و تفعلكم مساء الله لازال جارس اه باش هكذا يبقى يوصلكم الجديد ان شاء الله و كما قلت لكم الابنات هاد الوصفة بفضلها ما غاتبقوش تحطو نقطة الماكياج في الوجيه ديالكم و غتخرجو كما كان قلو بكل عفوية طبيعيين زوينين كما كان بغيو ذاك الوجه الصافي الزوين اللي ما في حتى شي مشكل فتبعوا معنا المقادر ديال الوصفة و اما البنات اول حاجة غادي اه نحتاجوها اه في الوصفة ديالنا هي الخميرة ديال الخبز عنديها لبنات هاد الرفيعة هاد هي لبنات زوينة اه خميرة رفيعة طبيعية في مية و 25 جرام اه غزاء ليه لبنات ما شاء الله اه كتنفاخ كتجباد كتعالج جميع العيوب و جميع المشاكل في البشرة زي ديال البنات القهوة سرعة دوبان عندي الناس كافي حبيبات ممكن قاعد تاخذي غساشية بدرهم درهم 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 و تشوفي وش الوصفة فعال يعني البنات التي يقول لك اختي اه 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 بلما ناخده باكية باكية ناخده غساشي فممكن رغير قلقها من نصف ساشي ديال الخميرة و نصف ساشي ديال القهوة فهو كافي باش يبيل لك وش في الانكينة نتيجة اولا اما بالنسبة لبنات المكونات التانوية غنحتاج وقرعة ديال الماورد او المزهر على حسب موما انا كنخدم بالماورد الاغليبية ها هو ديال الوجه هذا زوين او بالما ديال الزهر ديال لوكو يعني ديال جسم اشتوها البنات ها هو غزال 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 تهو على ضمانتي و غادي نحتاجو في المكونات التانوية ان شاء الله الى مكوناتها مبسيطة بسيطة بسيطة للغاية نحتاج الناس بالماء الزينا لديها نوعية الإيديال 180 كرام 8 دراهم كي يغضي البشرة و الممكن تعودوا بالروز بحال نشا بحال الروز يعني كيمشوا نفس الخدمة فالمهم نحتاج كما قلت لكم البنات الناشا وما يعرف بالماء الزينا ونحتاج الخميرة كمية الخبز كمية القهوة سوف نحتاج الى كمية من الكوركم أو الخرقوم البلدي نرى اللون الخرقوم كي تعرفوه أصلي كي يكون اللون ليموني خارج و نأخذ عواد و نطحن عند العطار و نجيبو نخدم به هذه النقطة تاين بيوضحها الكثير للنساء كما قلنا البنات سوف نحتاج ان شاء الله الخرقوم البلدي أو الكوركم سوف نحتاج الخميرة الخبز القهوة سريعة الدوبان أو القهوة حبيبات و سوف نحتاج كمية من الناشا أو ما يعرف بالماء مثلنا و سوف نحتاج من شاء الله كمية الحليب باودر أو الحليب المجفف و سوف نحتاج الحليب بودر أو الحليب بوبرا يعني الحليب المجفف و آخر حاجة البنات هو طلق الولدة صغر طلق الاطفال هذا البيبي سات بخمسة درام في 100 قرام ممكن نضيفي أي ماركة لا شب الشرط هذا ولكن هذا الصار سوف نعجبني زوين اقتصادي و فعال يعني أنتم مشكلته مميما؟ مميما؟ هذا الشيء اللي كان صراحة في المكونات و في المقادر و بسم الله سوف نبدأ في الوصفة أول حاجة البنات تبعوا معنا الخطوات تحتاجوك مية الخميرة اللي بغيتي إذا كان وجهك أختي ضعيف سوف يكتري منها كان مضعيف لا تكتري منها يعني هذ المسألة هذي سبقها راجعة لحسب كل وحده و المشكلة اللي عندها مميما هي البيناس كان عجنو ديك الخميرة بحلق مني كان عجنوها تتولي بهذا الشكل هذا عاد من بعد البيناس نضيف لي هكيمية دي القهوة بالنسبة للقهوة تضيف الكيمية اللي ستناسبكم يعني مثلا نضفت مقدار مع القاونس ثم ضيفوا جوج ضيفوا واحدة مليئة بالكولاجين باش مكترتي منها باش ممزين نتشيلين قدر نقول لكم لالناشة او لالدورة او ما يعرف بالميزين هم قضائها مع القهوة ها جوج ها هوا مدنات جوج مع القهوة نحن نزيد المادية الورد تجمعوا دائما دوبوا القهوة والخميرة باش اعطوا الفعالية باش ما اعطوا فعالية كبيرة باش ما يتحان مزيد نضيف ميادة الحليب بودرة او الحليب المجفف هذه الوصفة لديها كل شيء تبيض و تصفي و تتوحد تعالج البقع السوداء تعالج النمش والكلف تعالج كل شيء ما شاء الله عليها زوينة و بزعف نضيف 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 خرقوم البلدي او للكركم وهذه الشام للعرسات التي تريد التعطير تبيض و توريد و ترتيب اذالة الرائحة غير مستحبة في الجسم فانصحو بها نضيف و تقوم بتحديد الوصفة هذه زوينة بزعف على ضمنة و اقتصادية اقتصادية لدرجة كبيرة لا تحتاج المقادير لا تحتاج المنتجات لتخدمين بهم بالعكس مقادر هم أبسط كما قلت لكم حبيباتي الخرقوم خصو يكون غير بلدي يعني ما يكونش خرقوم مواجد عند العطار لانه ما كتعرفوش باش خدموا العطار و اش زوين و اش زوين و اش مهمة ما كان سحكمش به هذا سبرك الله كيكون كيعطيه فعالية كبيرة بزة انتم اللي لا تشوفوا ما شاء الله و اخر حاجة في الوصفة هي الطلق جلة بابا الصغار اللي بدوره البناس كيبيض اني ما تقولوش تحقروه تقولوه غير بابا تددك طلق عادي وصافي للبناس كيبيض كيرطب و كينسم و كيعطر قسم من بيلي هالبناس على ضمانتي زوين 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 و بزة يعني غير خدموا بي و ارضوا علينا الخبار في اليكم مواطع و امانية عندي هالطلق هذا غادي ندير واحد شوية بحلكيه و امانا ما كان كتر صراحة ولكن اختي اللي عنده شي مشكلة و تكتر فغير تكتر منه خبز و تخبز هذه الخبز هذه هي الوصفة كجمعة لكي يدوب خاصة البنات باش تنجح خاص القهوة الدوب ما تبقى شمكورة كما كتشوفو وكذلك حتى الخميرة البنات يعني الخميرة خاص هاددوب راح لما دابتش الخميرة راح بحل لك ان تفلو لانو باش تعطينا الفعالية خاص هاددوب المئة بالمئة هانتوما البنات شفتو قوم ديالك في جدير كي حمق واقتصادية فاختدابة ما عليك الا تبقها على اي منطقة بغيت يعني الوجيه ديالك العنية ديالك بالنسبة لما تليش حال تلوقت بشغة تعطينا الغزولة فهذا الوصفة البنات كتحطيها على التجاعيد على الخطوط وكتختفي لك تجاعيد فورا ما شاء الله حتسوا كي ما قلت لكم والبقع كتشيلها لك منذ اول مرة عندكم اختي اطار ديال الشمس غادي تزولهم لك بهذا الوصفة السحرية كتشد البشرة كتبيضها وكتخلي البشرة ترجع الزوجاجية وتخلي الوجيه ديالك واللي بيض زي القشطة والبشرة ديالك تولي خالية من اي تجاعيد او من اي تسبغات او من اي سيكاتخيس وكي ما قلنا النتيجة منذ اول استعمال ما تحتاجيش يعني مدة طويلة بزر والخميرة ركد قبط للتجاعيد زائد النفخ نسيت واحد النقطة النفخ هالبنات الوجيه ديالكم كيبان من فوق كي حمقها كده يا الخديدة زيالكم كل خديدة يا خديدة يعني يغلي وضع غزالين لانويلة عندك تجاعيد عنيدة ومستحيلة ومخليتي مجر ربتي وخصوصا الخطوط التعبيرية والسين ديالك تجاوز 60 سنة من امرك فاخصتك وصفة فعلا جبارة بحال هاد الوصفة هادي اللي تزولك تجاعيد العنيدة والتجاعيد المستحيلة حتى وان جاوزت 70 سنة او 60 سنة من امرك فاخصت خلصك من تجاعيد وتعودي ان شاء الله في سن العشرينات وتخلي البشرة ديالك زوزاجية وخالية من الخطوط والتسبغات ومنذ اول استعمال فهذا شي اللي كان لابنسة دياله وساد ديالياليومة اقتصادية رخيصة فيها غير الخميرة يعني وهو كمكونين اساسيين اما البنسة باقي المكونات راه موجودين في كل نظر وفي كل منزل يعني ما قادر ليهما سهلين منذ الزبان مباشرة باش نطبق معكم الوصفة فبسم الله كتجي عاقدة وخاطرة كتجي عاقدة وفي كل منزل احسن الزبان كتجي عاقدة وخطرة كتجي عاقدة وصفة 30 دقيرة يبدأ تكلي كتي بس او لا بيتي تزولي من ناحتي الشعر الخفيف الي فرقتيها ركتزول الشعر الخفيف وكتبيض وكتفتح بيتي غي تبيدي ما بيتيش تفركيها قعنتية ما بيتيش يعني كوصفة قوماج ولا كوصفة سبريما يعني تتقشر لك وتزول لك الجلد والزو جلد القشور الميزة فكتخدمي بهذه الطريقة اللي قلت لكم في كل تل حالتين البنات الوصفة ناجحة مليار فلمية اقتصادية بسيطة ونتيجة ديها منذ اول استعمال يعني ما غا تحتاجيش مدة طويلة باش تباليك الغزولة هادشي اللي كينا البنات بسحوا راحوهنا ضغي ضغي بسكتنشوفان تمرة ما كتسيحش يو باش تعرفو شوفو ان كتسيحش نهائيا وما كتسيل شابتون شتو واحد اللمعة في هاي البنات كتتحمق غزالة غزالة بزا فهادشي اللي كينا البنات كانت ها دي الوصفة دي اليوم ما تسوونيش هالبنات عفاكم اللايكات ديلكم بغتاش ديلكم للقناة تشاركوا فيها وتفاعلوا زي الجرس وحاولوا تبا تاجيوا هاد الفيديو ما تخليوا شي عندكم حاولوا انه يوصل لأي وحدة كتعرفوها باش تعموا ان شاء الله الفائدة للجميع وانطلقى معكم طبيعة الحال بدوري في فيديوهات مقبلة بسلام عليكم حتى الان شاء الله الفيديوهات المجي بإذن الله بس حوارح